توفي الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً من مدينة الناصرة متأثراً بإصابته الخطيرة بفيروس كورونا المستجد حسب ما أعلن مستشفى الناصر الإنجليزي يأتي ذلك فيما تنتشر في البلاد الطفرة البريطانية لفيروس كورونا والتي يؤكد الخبراء أنها أسرع انتشاراً وأكثر خطورة من السلالة الأصلية للفيروس كما أنها تصيب الأطفال والشباب بأعراض حادة ويأتي ذلك في ظل تدني نسب التطعيم في أوساط الشباب في المجتمع العربي وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة بلغت ما يقارب 116 ألف إصابة